احنا النهاردة عملنا وسط احداث كثيرة انت عارف بس الاسماعيلي يهمنا تحديداً انا في برنامج رقم عشرة طول الوقت احنا مركزين مع الاسماعيلي نعمل دائماً وابداً تحسن الاسماعيلي ونشوفه في حال افضل بس يبدو ان بداية الموسم كده انتصارين فقط في تسع مباريات بتخلينا نقلق تاني عالاسماعيلي ونتصور ان احنا نشوف الاسماعيلي نسخة الموسم الماضي والموسم اللي قابله اللي قابله اسماعيلي بقاله فترة طويلة في الصعوبات دي شفت ايه اللي اسماعيلي الموسم ده هل الموسم ده هيبقى سيناريو مكرر للمواسم السابقة في البداية طبعاً نسمح لي طبعاً نبارك للنادي الاهلي شكراً ادارته برئاسة الاسطورة كابتن محمود الخاطيب بيبو مجلس ادارة المحترمة لعيبة الجهاز الفني الجماهير نبارك النادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء فوز عريض فوز جميل على الفريق كبير الاتحاد السعودي ملعبه جماهيره طبعاً فوز بيسعدنا كلنا الشعب المصري كله مش جمهور الاهلي بس جمهور الاهلي في مبارات الاتحاد هو جمهور مصر هو الاسماعيلي هو الزمالك هو الاهلي هو الاتحاد هو كل جمهور مصري طبعاً ده بيرسم بهجة وفرحة على كل الشعب المصري خاصة للمختاربين خاصة للمقيمين في السعادية مرة كانت صعبة مرة كانت مهمة لكن دايماً النادي الاهلي عند المسئولية اللعبة بتحس بقيمة النادي الاهلي بقيمة البلد والانتماء للبلد بقيمة الجمهور اللي جاي عازي سيفرح خاصة اللي موجودين جوه السعودية مباراة جميلة رائعة أداء مهم جداً نتيجة جميلة ثلاثة واحد فبنبارك طبعاً لنادي الاهلي وجمهور وقدرته وجهازه ولعبته ونتمنى لهم بإذن الله الفوس بكرة إن شاء الله إن شاء الله ويا ربنا يكرمهم وياخذ البطول بإذن الله عارف كابتالي بطالب إنت ونت بتتكلم كده هنرجع تاني للإسماعيل طبعاً بس أنا مبتسم ومن قلبي يعني فرحان إن الصورة دي اللي دايماً بنحب نوصلها للناس يعني عشان بس حركة تبقى عارفين أكيد يعني ما طلبتش من كابتال بطالب إنت ويعمل كده أكيد كابتال بطالب إنت واسم كبير وتاريخي في النادي الإسماعيل والقرى المصرية فهو من نفسه عمل كده ورسالة لكل جمال الإسماعيل والزمالك وكل الأندية الأخرى وكل الأندية مصر والأهلي كل الناس إنه النادي اللي بيمثل مصر كلنا وراءه وكلنا من ساننا عشان تلاقي شوية ناس قليلة يعني وليه يقول لك لا لا ما شجعش غير في الإنتي وأنا مليش دعوة فرقة تانية حتى لو بتلعب بطالب إنتي لا 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 لأ أغلبية العظمة زي الكابتال ومطالب العيسى وكده أنا بقول صح والله طبعا لا جميل والله يا كابتال كريم أقول لحضرك حاجة كلنا أسعد نفس النادي الأهلي كلنا إحنا ليه لأنه إحنا فخرين في النهاية النادي الأهلي ده نادي مصري النادي عريق نادي طبعا بطولات وزي ما قلت نجوم كبيرة جدا صحيح ودايما كان فيه ألفة وفيه ودي وفيه حب بين النادي الأهلي وبين الإسماعيلي النادي الإسماعيلي وبين النادي الزمالك كلنا بنحب بعض وكلنا لا أصلا بحكي يقول لك إيه بنحترم بعض بص بقى ما فيش خلاف ما فيش اتنين هيختلفوا نكابتال بطالب العيسى وده شارب الإسماعيلي طبعا شارب الإسماعيلي صح كده مش مشجع الإسماعيلي ده عايش إسماعيلي واحد من رموس النادي الإسماعيلي فإيه يقول لك إيه أصلا بس إنت مش إسماعلاوي قوي بقى كده عشان إيه أدام بتقول الممروك للأهلي مش إسماعلاوي إنت مش زمن كاو إنت مش إهلاوي قوي لو إنت مش تشجع فرقة تانية والله الحمد لله الجمهور إسماعيلي جمهور جميل قوي جمهور زواق قوي كلهم لعيبة كورة وإنت طوال تستمتع بكلامهم أغانيهم متعيتهم طبعا لكن زي ما بقولك الفرحة بتبقى للشعب المصري أيوة بالضبط تفهمني؟ رأيس عليك السؤال المبرانة في الساعة بقى إنت قبل المبراءة كنت متوقع أن الأهل يعمل أدوة ويكسب المبراءة؟ طب أنا كنت مران حد من حبيبي قبلها بيوم قال للاتحاد هيكسب أو طوله الأهل هيكسب الاتحاد إزاي؟ قطوله إحنا الفرقة المصرية حتى زمالك الإسماعيلي إحنا بنعرف نلاعب الفرقة السعودية أو الفرقة العربية صحيح الفرقة التونسية بنعمل معهم أحسن نتائج صحيح قطوله النادي الأهل هيكسب والحمد لله أن النادي الأهل كسب لأن زم ما بقولك دي الفرحة اللي اترسمت وابتسم جمهور مصر العظيم في السعودية وفي مصر وفي كل المحبين الأهل في كل الدول العربية دي تمنها جميل قوي إن أنت قدرت ترسم البسمة والفرحة على وجوه الناس دي لأنه المختربين بالذات محتاجين البسمة دي صح محتاجين إحنا الأسبوع اللي فات كان عندنا النادي الأهل جاي 2007 بيلعب الاسماعيلي النادي الاسماعيلي في الملعق جوه والاستاذ الاسماعيلي أيوه حالو كده الاسبوع اللي فات الخميس اللي فات أيضا قتغيالك فيها كان موجود الكابتن محمد شوقي وكابتن ريت سليمان والجهاز الفني دي كله كابتن عالبو جريشا ربنا تديره الصحة بنفسه كابتن عماد سليمان كابتن محمود جابر كابتن أشرف خضر ومدير القطاع ومدير الفني وانا كنت موجود معهم الله وشوف فقا الألفة وشوف الاستقبال وشوف الحفاوة ده بك وده ناديك وده كذا بعد كده بعد المباراة عدد زي الفل كله روح ودية وروح رياضية بعد المباراة جوابات بين الناديين احتران يا جماعة الجوابات دي ده نبدأ حملت عليها حفلة أيوه كابتن من نادي الأهل كابتن الأسطورة كابتن محمود الخطيب صح في جواب شكر نادي اسماعيلي ان اسماعيلي جواب احنا واحد واحنا بنحترم بعضه بنحب بعض واحنا بنخاف دي الروح الرياضية كابتن كريم ده اللي احنا عايزين نقول احنا دايما فيه روح رياضية صحيح هو لازم يبقى كده بيننا وبين كل الناس خطابة بتاع الكابتن محمود الخطيب للمهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس دورة الإسماعيلي أيوه شو حاجة تفرح شوف الكلام شوف الكلام بص يعني أنا هرى وقت جملة بس استيبال يعني بالشكل الذي يتناسب مع المسل العليا والقيم الرياضية الأصيلة وبما يعنعكس على تأكيد الروح الرياضية بين أنديتنا العريقة خاصة لما لمسناها من حسن استقبال من نديكم المؤكر النادي الإسماعيلي هي دي الروح الرياضية باكيال الإسماعيلي رده وقال انه طبعا هتقولنا جماعة رد الإسماعيلي طبعا هي دي الروح الرياضية ده اللي احنا عايزين نقول للأجيال اللي جاية لازم يبقى فيه روح الرياضية لازم يبقى طالما يبقى فيه بيدنا ود وفيه حب وفيه احترام هي دي الرياضة بص كلمتين حلوين من الاسماعيلي كمان تصفو الضيافة وتزداد عزوبة بالكرم وخير أخلاق الرجول النادي الإسماعيلي حريص على صدافة النادي الأهلي دوما بالإسماعيلي بالشكل اللي زياليك دقيمة الناديين يا سلام على الجميع كلام جميل وفعلا كان كده الحمد لله يا سلام على الجميع وعدت بكل خير المباراة وانت كنت شهد عين كمان كنت موجود مباراة على الجنبية وماعد وحد ونادي الأهلي فاس بضربات جزاء على المباراة خلصت واحد واحد والنادي اسماعيلي أثناء المباراة جالوا ضربت جزاء وضيحها وبعد المباراة تقليد اللازم بيبقى فيه ضربات جزاء عشان يبقى فيه فائز ياخد اتنين بونت وكده كده داخد بونت وداخد بونت والنادي الأهلي كسب ضربات جزاء وعادي جدا والعباء والأجهزة وصلناهم وحاجة وداء الاحترام وداء هي دي الكرة القدم ويدير رياضة يا كابتن كارين والله الله يفتح لها كابتن أبو طالب هي دي نسالة دي أعظم حاجة حصلت طبعا دي رسالة عظيمة جدا جمهور الكرة تماني الشباب الصغير ما بقاش فاهم الطبيعة دي الطبيعة التاريخية بين نجوم الإسماعيل ونجوم الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والعلاقات العظيمة بين الأندية دي في بعض الشباب مش فاهمها فكدها أن هي أخناء أو التنافس غير الشح دي كلها برضا زي ما أنت قلت في كل مشاجعين أندية مصر كلها صح في كل الجماهير بتاعت الأندية كلها صح هتلاقى كلها قليلة بيبقى فيها اتنين تلاتة شوية كده بيعمله شوية بيبقى مش روح رياضية صحيح لكن العلاقات طول عمرها بيننا وبين النادي الأهلي ونادي الزمالك والاتحاد والمحل والمصري أحسن العلاقات وفاة حازم الله رحمه عمرنا ما ننسى كل أندية مصر جات كل نادي جاي بالأوتوبيس نادي المصر جاي بأوتوبيسه بلعبته بجماهيره بقدارته بلعبته المحل اللي ما قلنا عرب النادي الأهلي النادي الزمالك بسطورة كابتن محمود الخاطف نازل بكاء شديد عشان حازم الله رحمه لحد النهاردة السنين اللي فاتوا كلها كابتن طهرب وزيد بيحضر تأبين كابتن حازم كل سنة مع كابتن محسن عبد المسيح والكابتن حمد نوح والكابتن محمود حسن كل سنة 11-11-86 بقى كل سنة 11-11 بيعمله تأبين وبيحضر الكابتن طهرب وزيد معهم يا سلام فأدي الروح هي اللي بقى يا سلام يا سلام طيب شوال رحمة تبقى كلها بشير إن شاء الله